مسألة مفهوم الصحة النفسية وهل ده أصلا مفهوم متعارف عليه عندنا كمصريين وبنعترف به ومسألة أنه ما فيش وصم أنه يكون عندك اضطراب نفسي ماه وإزاي يتعامل معاه وأهمية وجود منصة إلكترانية للخدمات دي خلينا نقول أن ما زال لحد وقتنا دلوقتي فيه وصمة لها علاقة بالمرض النفسي وبالالتربات النفسية وأن حد يبقى عنده أزمة نفسية أو حد يبقى عنده مرض نفسي فما زال لحد دلوقتي الناس دايما بتبقى عندها مشكلة أن هي تعترف أن عندها مرض نفسي أو أن عند حد حتى في أسرتها عنده مرض نفسي وبيبقوا عايزين ده يتم في سرية تامة. الحقيقة قبل جائحة كورونا كان الأقبال على فكرة الصحة الإلكترونية عموما كان موجود وكان موجود في العالم كله لكن كان مازال في الوطن العربي وفي مصر ما فيش إقبال عليه بشكل كافي بسبب حاجات كتير أولا إحنا كشهوب مش بنحب قوي أن احنا نغير الحاجات المتعرفة عليها. أنا لازم أنزل أروح لدكتور فاعيادة يشوفني وأشوفه ونتعامل بالشكل المتعرف عليه في تقديم الخدمة العلاجية. الحاجة التانية أن المريض أو أسرته كان بيبقى عندهم أحيانا شك هل ده يتم في سرية تامة لو أنا استخدمت. بالضبط لو أنا استخدمت الصحة الإلكترونية أو الصحة النفسية الإلكترونية. هل ده هيتم بشكل سري وهضمن أنا سرية بياناتي لأن إحنا لحد وقتنا ده لما بيجي المريض لأي عيادة نفسية بيسأل سؤال شهير جدا. هو الجلسة حضراتك بسجلها لي يا دكتور ولا لا. عشان يطمئن أن الجلسة بتتم في سرية وأن ما فيش أي بيانات. هو هيقولها بيتم تسجيلها. ففيه كان بيبقى شكل شوية. فكرة التسجيل دي هي فكرة صحيحة ولا متأثرين بالأفلام شوية. لا 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 طبعا هي فكرة مش صحيحة. يعني المفروض الجلسات دي بتتم في سرية تامة. والمفروض أن أي حد بيتلقى العلاج النفسي لازم يبقى مطمئن أن أي معلومات بيقولها سواء كانت تستحق أن هي يعني تبقى في سرية أو ما تستحقش أنها تبقى في سرية لازم يبقى مطمئن كل بياناته محفوظة تماما وأن ما بيتمش تسجيلها. خاصة في بعض المرض بيبقى عندهم شكة أصلا. فده بيأكد أن نحن ممكن نكون بالضبط. المهم أن فكرة الصحة النفسية الإلكترونية كان فيها نوع من أنواع المقاومة في تدمجها في الخدمة العلاجية. طبعا بعد جائحة كورونا دنيا اختلفت تماما. فكرة العزلة المنزلية الشديدة التي حصلت. إحنا كنا نرى في البيوت ممكن يكون الواحد أو أخوه. كم فيه خطوط تليفون واتصال كمان للدعم النفسي. طبعا وهو ده الحقيقة اللي ابتدينا به يعني تقديم الخدمات عن بعد. اللي هو الهوتلاين. الخط الساخن للأمان العامل الصحة النفسية. وكان بيشتغل 24 ساعة. وكان بيقدم الخدمات برضو بشكل مجاني تماما. بس كانت بقى فيه فرصة نحن ندمج الصحة النفسية الإلكترونية في الوقت ده. خاصة أن في الوقت ده كان فيه نوع من أنواع. نقص في الخدمة العلاجية المقدمة يعني الأطباء مش بيروحوا عياداتهم قوي. فكرة التردد على العيادات الخارجية كان بيبقى أقل بكتير عشان الإجراءات الاحترازية. وكان فيه زدياد شديد للأعراض النفسية الموجودة. يعني كل البحوث اللي اتعاملت في وقت كورونا بتقول أن نسبة القلق زادت. نسبة التوتر زادت. نسبة الاكتئاب زادت. قلة النوم. الخوف. فالأعراض النفسية زادت. فبقى عندنا أعراض نفسية كتير. وفي نفس الوقت عندنا نقص في تقديم الخدمة العلاجية.